ليلة ساخنة عاشها المركب السجني عكاش بالدار البيضاء أمس الخميس بعد أن قاد عدد من القاصرين بإصلاحية السجن حركة تمرد حرقوا وكسروا وأتلفوا من خلالها عددا من المرافق والتجهيزات العمومية لهذه المنشأة السجنية كما قاموا بالاعتداء على الموظفين ورجال القوات العمومية بنية الهروب من إتمام عقوبتهم السجنية سجن عكاش كان قد عرف حوادث ممتلة خلال السنوات الماضية كان أبرزها سنة 1997 أصفر عن سقوط حوالي 28 سجنا عندما اندلعت ألسنة اللهب بالسجن في حادث مأسوي تلها سنة 2000 حريق آخر خلف جملة من الإصابات في صفوف نزلاء سجن عكاش في أكتوبر من السنة الماضية تصعدت ألسنة النيران من داخل المركب السجني عكاش لتتسبب في خسائر مادية دون أن يخلف الحادث خسائر في الأرواح بلاغ لمنذوبية السجن أكد أن سبب الحريق يعود لتماث كهربائي نتج عنه احتراق الغلاف البلاستيكي لأحد المصابيح المتواجدة بأحد ممرات السجن مشيرا إلى أن موظفي السجن تمكنوا من إخماد الحريق بواسطة الأدوات المتواجدة بالمؤسسة وفي مارس الماضي من السنة الجرياه قام سجين بإضرام حريق بالمركب السجني الأكتر شهرة بالمغرب حيث عمد إلى إشعال النار في غيطأين بزنزانته ما أدى إلى اندلاع النيران إدارة السجن أكدت أنها تمكنت من السيطرة على الحريق بحيث لم تسجل إصابات في الحادث بما فيها السجين الذي أشعل النار والذي تأكد فيما بعد أنه مختل عقليا ويبقى هذا المركب السجني الذي يستقبل سجناء من عدد من المدن المغربية قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة من طرف كل المتدخلين لضبط السجناء وإعادة الهيبة لمؤسسة وطنية تعنا بالإصلاح والتهديب